اهلا واسهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج الصادة الاقلام نرصد فيه ابرز ما كتبت الاقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية ولكن بعد جولة في اهم العنوان من صحيفة الحياة العراق تحذير من هجمات لداعش خلال الانتخابات البرلمانية من صحيفة القدس العربي بارزان يبحث موزنة كردستان مع مسؤولين عراقيين وواشنطن ترحب بالحوار بين اربيل وبغداد من موقع الهيئة نت اقرار حكومي سرقات ممنهجة للاراضي الزراعية حول بغداد من صحيفة العربي الجديد طائرات عسكرية روسية تعبر الاجواء العراقية الى سوريا ومن موقع الخليجة اونلاين ترامب يهدد روسيا وروسيا تتوعد حرب كلامية تسبق المعركة في سوريا من صحيفة الشرق الاوسط الصحة العالمية خمسمائة شخص في دومة يعانون من عراض لكيمويات سامة واخيرا من العرب اللندنية ايران تصعد في اليمن استباقا لخطط تطويق نفوذها في المنطقة اهلا بكم بلغ عراق 2003 قبل يومين الخمسة عشر عاما مرت خلالها حوادث جسام هدت فيها الجسور بين فئات المجتمع وفجرت اسواق مكتظة بالمتعبين وهدمت منائر وقباب وكنائس كل هذا حدث بعد 2003 فمن ولد في صبيحة ذلك اليوم بلغ الآن الشباب ولا يعرف شيئا عن الجحيم الذي ولد فيه ومن اي قفراء جاءه هؤلاء الجوع للاموال اصحاب الضمائر المتعطشة للدماء رشيد الخيون يرى في صحيفة الاتحاد الاماراتية ان حوادث ما بعد التاسع من نيسان وما اسفرت عنه بلا راون ولا مؤرخ فشهود العيان يرحلون واحدا تلو الآخر احدهم خرج من بغداد متقلبا بين احضان الاحزاب من اليسار واليمين ليعود قائدا اسلاميا يحمل لواء ولاية الفقية عرف الطريق الى ارض يدعي انها ارض اسرته مع مقاتلين من فئات التوابين واسترجعها بالبلطجة لا بالقانون اخر خرج مخبرا للنظام السابق على شتات المثقفين بالخارج فعاد اسلاميا يسبح باسم حزب اسلامي ليرفعه نائبا ورئيسا اعلاميا استبدلت الاسماء فمن ينتظر ولادة ابنه ليسميه صداما سماه حسينا انقضت خمس عشرة سنة وما زال تأريخها يروى شفاهة بينما سجلت لحظات الغزو المغولي لبغداد في عام ستمائة وستة وخمسين للهجرة لحظة بلحظة فمن يقرأ الحوادث الجامعة والتجارب النافعة لا يشك ان كاتبه كان يتنقل بين ازقة بغداد ويراقب من على سطوحها نعم كتابة تأريخ ذلك اليوم وما اعقبه مغامرة فصانعوا الشر ومبددوا الامال بسقوط الدكتاتورية ما زالوا يمتلكون العير والنفير لكن لا بد من ذلك فعدد الرواة والاخباريين الذين شهدوا الواقعة وما اتى بعدها من واقعات اخذوا بالتضاول والملفات بدأت تفقد بحريق طارئ او تهريب الكاتب يقول انه لا يجب ان تمر الفواجع والاوجاع بلا تاريخ مواز لما يدلسه ناهب العقارات والثروات وزعماء فرق الموت عبر فضائيتهم وفي صحفهم فالاقلام المدونة للحق لم تكسر والعقول لم تعطل بعد دعيا الى التنادي لتحمل مسؤولية كتابة تاريخ عراق 2003 والبدء بالمهمة بلا تأخير ذكرت صحيفة العرب الجديد في تقرير لها ان مرشحين علمانيين مدنيين سحبوا ترشيحهم للانتخابات المقبلة في العراق بعد تعرضهم لحملات تشويه قادتها جيوش اليكترونية تابعة لاحزاب دينية وتقول الصحيفة انه رغم اشتياز هؤلاء المرشحين حاجز القضاء وهيئة المساءلة والعدالة وتحقيقهم قبولا جيدا في دوائرهم الانتخابية وفقا لاستطلاعات سابقة اجروها الا ان عددا من المرشحين المدنيين لم يصمد امام حملات التسقيط التي واجهوها في الاسابيع الماضية واضطرهم للانسحاب من المرثون الانتخابي حفاظا على انفسهم وكذلك سمعتهم الصحيفة تضيف ان عددا من المرشحين المدنيين او ما بات يطلق عليهم اليوم غير الاسلاميين لم يستطيعوا الصمود فقد شهدت الايام الاخيرة انسحاب اكثر من عشرة مرشحين بعد حملات نفذتها ضدهم جيوش الكترونية تابعة لاحزاب اسلامية وفصائل مسلحة في بغداد وعدد من مدن العراق وشملت اتهامات مختلفة وصلت الى حد فبركة صور ومقاطع فيديو فاضحة لعدد منهم نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ونسبت زورا لمرشحات وتنقل الصحيفة عن رضو في مفوضية الانتخابات قوله ان الكثير من المرشحين ضعفوا وانسحبوا وابلغون بذلك عبر رسائل رسمية مضيفا بشيء من التهكم من غير المعقول ان الاحزاب الاسلامية تواجه تهم الفساد وسوء ادارة البلاد بينما المدنيون والعلمانيون يكتسحون الساحة واكدان الهجوم مصدره الاحزاب التي تسيطر على حكم البلد منذ السنوات عبر ادرعها الاعلامية والتي باتت تروج من خلال جيوشها تهما عديدة تعلم جيدا ان الشارع العراقي تحسس منها فيما اتهم عمر زياد سامي وهو مرشح للانتخابات البرلمانية المقبلة عن تحالف تمد احزابا اسلامية بممارسة الابتزاز والتسقيط مع مرشحي التيار المدني الصحيفة تنقل عن المرشحي قوله ان الاحزاب الدينية فشلت في ادارة البلد وقادته الى حروب وخسائر وبمحاولة لركوب الموجة سعت خلال الفترة الماضية الى تبديل اسمائها الى تكتلات معينة في محاولة لخداع العراقيين مرة اخرى بشكل جديد مزيف مشيرا الى ان مواقع التواصل الاجتماعي في العراق ليس لها عمل هذه الايام غير التسقيط بالمرشحين المدنيين في سوريا مهرجان للقتل والتدمير شارك فيه الامريكيون مشاركة فعالة واستخدموا فرقة ودير الزور وكوباني ذات سياسة الارض المحروقة التي استخدمها الروس في حلب وحمص والغوص ولكن تحت يافطة الحرب على داعش بينما دعشنت روسيا جميع الفصائل بالاستثناء ياسر الزعاتر يقول في صحيفة الدستور الاردنية ان هناك فارقا بسيطا وان الامريكان كانوا بين الفينة والاخرى يعترفون بوقوع خطأ ما ادى الى مقتل مدنيين وهو اعتراف طبعا بلا قيم اما الروس فلم يعترفوا ابدا باي خطأ في عملية القصف والتدمير التي مارسوها ربما لان صواريخ بوتن المباركة تماما مثل حربه المقدسة التي اخذها نتذكر ذلك بين يدي الزفة الامريكية والغربية ردا على استخدام الكيميوي في دوما من قبل النظام ودعوات الرد عسكريا على ذلك والتي يتردد صداها في واشنطن وباريس والاهم في واشنطن على لسان ترامب ومساعده للتذكير فقط في الفين وثلاثة عشر ارتكبت مجزرة اكبر بكثير بغاز السارين في الغوطة الشرقية وكانت النتيجة تهديدات امريكية اسفرت في النهاية عن اتفاق على نزع السلاح الكيميوي السوري وكانت مفارقة تاريخية ان يكتفي بمعاقبة النظام فقط بنزع سلاح الجريمة ليس لاجل الضحايا بل لاجل مصلحة الكيان الصهيوني لان الضحايا يقتلون على نحو اكثر بشاعة بادوات اخرى لا يحتج عليها احد ربما كان من الصعب الجزم بتفاصيل الرد الامريكي المقبل وقبل ذلك بحدوثه اصلا وان بدى احتماله كبيرا لكن المهم هو ان اي رد لن يتجاوز في واقع الحال حدود الاستعراض الذي يمنح الغرب بعض الوجهة الاخلاقي من دون ان يغير شيئا في استراتيجيته التي تؤكد الحفاظ على النظام وقبل ذلك وبعده على اطالة امد الحرب من اجل استنزاف الجميع الروس الان في المقدمة بالنسبة لامريكا وهي ذات الاستراتيجية الامريكية الصهيونية منذ بدء عسكرة الثورة السورية الكاتب يرى ان سوريا باتت مجزرة القرن التي اطلق شراراتها خامنئي بقرار التدخل ضد شعب خرج يطلب حريته وكرامته كجزء من ربيع الشعوب ومكث يبذل الدماء في الشوارع شهورا دون رصاصة واحدة قبل عسكرة الثورة بقرار من النظام فكان تدمير البلد وقتل وتهجير الملايين من شعبه وكان استنزاف شعب ايران وكل شعوب المنطقة بينما حقق الصهيينة مكاسب كبيرة ومعهم الامريكيون الذين صار لهم موطئ قدم في سوريا هل توقف بضعة صواريخ من جانب الرئيس الامريكي دونالد ترامب جرائم الحرب التي اقترفها في سوريا او التي يتم اقترفها في سوريا وهل يرتدع رئيسه النظام السوري بشر الاسد فلا يقطع اي خط احمر يرسمه ترامب كما سبق له ان قطع خط باراك اوباما ام ان الامر يحتاج من ترامب الى ما هو ابعد من ضربة صاروخية صحيفة واشنطن بوست الامريكية تقول في تقرير لها انه بعد ان تعهد ترامب ان يجعل الاسد يدفع ثمنا باهظا جراء استخدامه الاسلحة الكيميائية فانه سيتسبب في ضربة اخرى للقيادة العالمية للولايات المتحدة اذا لم يفي بيعوده في هذا السياق الصحيفة ترى ان بضعة صواريخ امريكية لن تحدث تغيرا في سوريا فالامر يتطلب استراتيجية منسقة لحماية المصالح الامريكية الحيوية في الحرب متعددة الاطراف المستعرة هناك وهو ما لم يفلح ترامب في تحقيقه على الرغم من حث العديد من مستشاريه له على فعله مشيرة الى ان نظام الاسد كان قد قصف خان شيخون بريف ادلب بغاز السارين السام في نيسان 2017 مما حدا بترامب الى اصدار اوامره بتوجيه ضربة صاروخية الى مطار الاشعيرات الذي انطلقت منه تلك الغارة لكن نظام السوري استخدم الكيميائي بكميات اصغر نحو سبع مرات بعد تلك الحادثة دون ان يحرك ترامب ساكنا وتضيف الصحيفة انه ينبغي لترامب ان يعرف ان حلفاء الاسد من الروس والايرانيين يبتهجون وهم يستفيدون من عجزه تماما كما كانوا يسعدون لعجز اوباما اما القصف بالاسلحة الكيميائية على دومة فقد حقق اهدافه حيث تفيد التقارير بان مقاتلي المعارضة الذين كانوا متحصنين فيها قد وافقوا على اجلائهم وعائلاتهم الى ادلب اما نظام السوري فسيطلق على دومة في نهاية المطاف حملة الارض المحروقة وذلك بمساعدة القاذفات الروسية والميليشيات التي تقودها ايران وتختتم الصحيفة بالقول ان الحقيقة التي لم يدركها ترامب فتتمثل في انه طالما بقي الاسد في السلطة فان حروب سوريا ستتواصل متسببا في ظهور تنظيمات ارهابية وفي دفع المزيد من اللاجئين الى اوروبا وتساءلت واشنطن بوست عن جدوى الضربات الصاروخية ما لم تتبعها مبادرات عسكرية او دبلوماسية امريكية وما لم تسبقها خطة محكمة دعت صحيفة الجارديان الحكومة البريطانية الى عدم الاندفاع نحو الانفعالات الرئيس الامريكي دونالد ترامب حيالة سوريا والقاضية بتوجيه ضربة للنظام السوري عقب الهجوم الكيميوي الاخير مؤكدة ان الموضوع يحتاج الى خطة شاملة ترهن اعادة اعمار السوريا بانهاء حكم الاسد دون يعني ذلك اغفال اهمية العمل العسكري وتضيف الصحيفة ان التقاعس قد يحمل مخاطر اكبر من مخاطر العمل العسكري وهو ما ظهر جليا في سوريا بعد ان استخدم بشار الاسد السلاح الكيميوي ضد شعبه الصحيفة تقول ان الامر قد يتطلب حدثا استثنائيا ومجموعة من الظروف التي قد تنشأ في ظل التدخل العسكري من قبل بريطانيا فقد ساهمت الحروب سابقا في تدمير بلدان مثل العراق وليبيا الا ان التقاعس قد يحمل مخاطر اكبر من مخاطر العمل العسكري ان بشار الاسد قاتل وطاغية وحماية نظامه من موسكو وطهران من اجل مصلحتهم الذاتية يجب ان تقابل بالازدراء وهي كلها اسباب موجبة للحرب على الرغم من فضاعتها وتابعت الصحيفة ان الذي تغير مؤخرا هو التركيز على استخدام الاسد للاسلحة الكيميائية التي ادعى النظام انه قام بتدبير مخزوناتها التي استخدمت بشكل واضح لقتل الابرياء وترى الصحيفة انه من الخطأ الاعتقاد بان هذا سيكون كافيا لانضمام بريطانيا الى ترامب في قصف القواعد الجوية السورية التي يتم اصلاحها بسرعة واستخدامها في غضون ايام وترى الجارديان ان بريطانيا لن تكسب شيئا من استجابتها لهذه الصراعات الاكثر تعقيدا في ظل وجود شخصية زأبقية مثل ترامب والحقيقة ان الغارات الجوية او وابل الصواريخ قد يكون لها اثر معنوي ولكنها لن تغير التوازن العسكري على الارض فهجوم واحد لن يغير نتيجة الحرب انما يتوجب على بريطانيا ان تفعله بحسب صحيفة الجارديان ان تمضي نحو السلم الشجاع وان تؤكد على ان اعمار سوريا مشروط بمغادرة الاسد ووقف التطهير الارقي يرافق ذلك توسيع برنامج المساعدات الانسانية والتعامل مع اللاجئين واكدت الصحيفة ان العمل الاسكرية لا يمكن الاستخفاف به لكن يجب ايجاد استراتيجية واضحة في الشرن الفلسطيني كتب عادل سليمان في صحيفة العرب الجديد قائلا ان هناك عدة اسئلة تطرح نفسها بالحاحن اليوم لعل اهمها هي ماذا تعني مسيرات العودة الفلسطينية بكل هذا الزخم والحماس وفي هذا التوقيت بالذات في ظل كل تلك الظروف ولماذا شعر الكيان الصيوني بالقلق الشديد وكان رد فعلهم فعاليا وعنيفا وغاشما ادى الى سقوط عدد كبير من القتلى والمصابين من المواطنين العزل بينهم اطفال ولماذا كان رد الفعل العربي فاترا واحيانا لا يكاد يذكر الاجابة عن كل تلك الاسئلة الشديدة الاهمية تحتاج وقفة نسترجع فيها المشهد الفلسطيني منذ اندلاع الانتفاضة في العام الفين وتصاعد نشاط حركات المقاومة الفلسطينية المستقلة عن منظمة التحرير خصوصا حركتي حماس والجهاد الاسلامي والتي تتخذ من قطاع غزة مركزا رئيسيا لها والانسحاب الاسرائيلي الاحادي الجانب من قطاع غزة في العام الفين وخمسة وعقد اتفاقية المعابر التي تنظم الحركة من قطاع غزة واليه ثم الانتخابات الفلسطينية في عام الفين وستة وفوز حركة حماس ومؤيدها بالاغلبية التي مكنتها من تشكيل حكومة فلسطينية لم يكن الهدف من استرجاع ذلك المشهد باحداثه المتتابعة عملية سرد تاريخي للتذكرة بتلك الوقائع لكن الامر يتعلق بصلب الموضوع الذي نتناوله وهو مسيرات العودة التي نظمتها المقاومة الفلسطينية في غزة وما اثارته من تساؤلات حيث ان استعراض المشهد الفلسطيني باجاز يوضح ان المقاومة الفلسطينية كانت حية فاعلة تجعل من القضية الفلسطينية ملأ السمع والبصر والاهم ان المقاومة كانت تمثل الامل للشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه المشروعة في ارضه ومقدراته ومقدساته الكاتب يختتم مقاله بالقول انه بينما يستعد الكيان الصهوني للاحتفال بالذكرى السبعين لاغتصاب الارض بمشاركة امريكية في الرابع عشر من ايار المقبل جاءت مسيرات العودة وخروج مئات الالاف من الفلسطينيين لتجدد الامل في العودة ليس فقط للبشر ولكن ايضا للحقوق والمقدسات وذلك عبر اقامة او عبر المقاومة التي ستبقى انبلة ما في هذه الامة وستبقى ابداعتها تبعث فيها الامل بحسب الكاتب كشف باحثون عما وصفوه انه اول منزل بتقنية الطباعة الثلاثية في العالم في مدينة نانس نانت غربي الفرنسا ومن المتوقع ان ينتقل المستجرون اليه بحلول حزيران المقبل وقال اكاديميون في جامعة نانت اشرفوا عن المشروع انها اول مرة تستخدم فيها تقنية الطباعة الثلاثية لبناء منزل يصلح للسكن واستخدم انسان الى مادة خاصة من مركب البوليمر ستحافظ على عزل المبنى بشكل فعال لمدة قرن واحتاج الانسان الالي نحو ثمانية عشر يوما لاستكمال دوره في العمل في المنزل حيث نصب جدرانا جوفاء تم ملؤها فيما بعد بالخرسانة واوضحت السلطات ان المنزل الذي تبلغ مساحته خمسة وتسعون مترا مربعا وضم خمسة غرف سيخصص لأسرة من المنطقة مؤهلة للحصول على سكن اجتماعي والمنزل المشيد على شكل حرف واي مزود باجهزة استشعار ترصد جودة الهواء والرطوبة ودرجات الحرارة فضلا عن معدات لتقييم وتحليل الخصائص الحرارية للمبنى ولان نتابع الكاركاتير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة وفي الختام مشاهدين الكرام اشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء